على أطراف منتجع مار إيلاجو الهادئ الواقع في ولاية فلوريدا يضع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اللمسات الأخيرة من أجل اختيار أعضاء إدارته الجدد الذين سيتولون المناصب العليا والقيادية في البيت الأبيض والولايات المتحدة ليشكل بذلك خريطة جديدة في تعامل الولايات المتحدة ليس مع الداخل فقط بل مع دول العالم فمن هم أبرز المرشحين الذين سيختارهم ترامب من مركز الكون السياسي الجديد فمن داخل القصر التاريخي الذي يسكنه ترامب داخل منتجع مار إيلاجو أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب بصورة رسمية تولي مديرة حملته الانتخابية سوزي وايلز لتكون كبيرة موظفي البيت الأبيض إذ يعتبر منصب كبير موظفي البيت الأبيض في الولايات المتحدة المركز الأكثر استراتيجية في السلطة التنفيذية ومع تولي وايلز ذلك المنصب تصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المركز في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وخلال خطام النصر الذي ألقاه الرئيس الأمريكي المنتخب أعلن دونالد ترامب أن المرشح الرئاسي السابق روبرت كينيدي سيسند إليه مهمة المساعدة على جعل أمريكا الصحية مرة أخرى وهو ما يعني تولي كينيدي المناهض للقاحات مهمة إدارة المنظومة الصحية داخل الولايات المتحدة أيضا ضمن الترشيحات التي يقوم بدراستها دونالد ترامب داخل المنتجع الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1924 وهو اختيار المستشار الاقتصادي سكوت باسنت لتولي وزارة الخزانة الأمريكية حيث ينظر إلى باسنت وهو مستشار الاقتصادي كبير لترامب على نطاق واسع على أنه مرشح بارز لمنصب وزير الخزانة إذ يتمتع بعلاقة ودية مع الرئيس المنتخب كما أنه يفضل سياسة عدم تدخل الحكومة في الشؤون الاقتصادية التي كانت شائعة في الحزب الجمهوري قبل ترامب كما أن الملياردير جون بولسون يدخل أيضا ضمن المرشحين لتولي منصب وزير الخزانة الأمريكي إذ تتماهى رؤاه إلى حد بعيد مع رؤى الأعضاء المحتملين الآخرين في فريق ترامب الاقتصادي كما أنه أيد علنا الرسومة الجمركية محددة الهدف كأداة لضمان الأمن القومي الأمريكي ومكافحة الممارسات التجارية غير العادلة في الخارج ينظر إلى سيناتر بيل هاجرتي على أنه مرشح محتمل لمنصب وزير الخارجية مع دعم قوي من صفوف الجمهوريين تعكس سياساته إلى حد كبير سياسات ترامب وقد عارض بشكل ملحوظ حزمة مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا في وقت سابق من هذا العام كما يدخل السياسي ريتشارد جرينل ضمن المرشحين لتولي منصب وزير الخارجية الأمريكية إذ يعتبروا من بين أقرب مستشاري السياسة الخارجية لدونالد ترامب وخلال فترة ولاية الرئيس المنتخب الأولى شغل منصب القائم بأعمال مدير المخابرات الوطنية غير أن تعاملات جرينل الخاصة مع الزعماء الأجانب وشخصيته حادة الطباع جعلته محور خلافات متعددة وبحسب وسائل إعلام أمريكية طرح مقربون من الرئيس المنتخب دونالد ترامب اسم السيناتور توم كوتون ليتولى منصب وزير الدفاع حيث يعد السيناتور عن ولاية أركانساس والضابط السابق في الجيش من المرشحين الجدين لمنصب وزير الدفاع كما يعرف كوتون بأرائه المتشددة ودعمه للمساعدات العسكرية لأوكرانيا ويحظى بدعم المانحين الرئيسيين لترامب كما يدخل مايك والتس عضو القوات الخاصة الأمريكية السابق والكونغرس الحالي ضمن المرشحين لتولي المنصب العسكري الأهم في العالم إذ يعرف عن والتس بمواقفه المتشددة تجاه الصين والتزامه بتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الموارد الصينية مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية السابق ووزيره الخارجية قد يتولى منصب وزير الدفاع لكن قد ينتهي به المطاف في مناصب تتعلق بالأمن القومي أو المخابرات أو الدبلوماسية القائم بأعمال مدير الهجرة والجمارك السابق توم هومان يدخل ضمن المرشحين لوزارة الأمن الداخلية الأمريكية خاصة أن ترامب يخطط للتركيز على سياسات الهجرة الأكثر صرامة كما يدخل تشاد وولف الذي شغل منصب القائم بأعمال مزير الأمن الداخلي ضمن المرشحين للوزارة على الرغم من تنحيه وسط الجدل إلا أنه يتمتع بسجل قوي في تنفيذ سياسات الهجرة المتشددة التي ينتهجها ترامب كما ينظر إلى مارك جرين الرئيس الحالي للجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب على أنه مرشح لوزارة الأمن الداخلي على الرغم من انسحابه سابقا من النظر في ترشيحه لمنصب وزير الجيش بسبب تصريحات سابقة أثارت التطقيق وفي منصب المدعي العام الأمريكي كشفت وسائل علامة أمريكية أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يفكر في جون راتكليف المدير السابق للاستخبارات الوطنية والموالي المخلص لترامب لتولي منصب المدعي العام ومن المتوقع أن يتلقى راتكليف المعروف بمواجهاته مع موظفي الخدمة المدنية المحترفين تأكيد مجلس الشيوخ إذا تم ترشيحه كما أن السناتور مايك لي هو مرشح آخر لمنصب المدعي العام إذن هو حليف ثابت لترامب ولعب دورا بارزا في الجهود الرامية إلى قلب نتائج انتخابات عام 2020 ويحمل نفوذا قويا داخل دائرة ترامب ولعل أبرز المرشحين لتولي مهام الاستخبارات الأمريكية هو كاش باتيل الذي شغل منصب نائب مساعد الرئيس الأمريكي ومدير مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأمريكي كما أنه ينظر إلى باتيل على أنه مرشح لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية كما أنه عمل في العديد من الأدوار رفيعة المستوى داخل مجتمعات الدفاع والاستخبارات في إدارة ترامب السابقة ولدى الرئيس المنتخب فترة لانتقال السلطة تمتد 75 يوما لتشكيل فريقه قبل يوم التنصيب في العشرين من يناير المقبل وسيكون أحد المهام الأساسية خلال هذه الفترة شغل نحو أربعة آلاف منصب حكومي بمعينين سياسيين وأشخاص تم اختيارهم خصيصا لوظائفهم من قبل فريق ترامب ويشمل هذا الجميع بدءا من وزير الخارجية والوزراء الآخرين في الحكومة وصولا لمن يتم اختيارهم للعمل في وقت جزئي للمجالس واللجان كما يتطلب نحو 1200 منصب من التعينات الرئيسية أن يتم التصديق عليها من قبل مجلس الشيوخ وهو ما سيكون أسهل مع سيطرة الجمهوريين على أغلبية المجلس الآن إذن فريق جديد يسعى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى تشكيله لن يكون تأثيره على الولايات المتحدة فحسب بل سيمتد التأثير على العالم أجمع في ظل ما يعانيه من أزمات وحروب فهل ستأتي ولاية ترامب الثانية بحلول لهذه التحديات أم ستزيدها اشتعالا وتأزما ترجمة نانسي قنقر